اشتركوا في القناة وعادو بن يمين نتنياهو ليعلن المنطلق الايديولوجي لحربه فيختصر الطريق ويسقط القناع القبيح اصلا عن وجهه الاقبح لكن كلامه يمر مع ذلك من دون ان يستفز مشاعر كثيرين ممن طبلوا رؤوسنا بالحديث عن خطر العقيدة الدينية لحزب الله فلماذا لا يستشرس هؤلاء الذين قدموا انفسهم لسنوات وعقود على انهم الشجعان المتصدون لمشروع ولاية الفقه لماذا لا يستشرسون بنفس القدر لمواجهة مشروع من جاء يضرب بسيف يهوى ويحيي الحلم القديم الجديد بحكم اسرائيل لكل الارض من الفرات الى النيل فان كان من المرجح يعني انتصار المشروع الديني للجمهورية الاسلامية في لبنان شودرة النساء لمنع السهر والرقص والشرب فانه من المؤكد ان انتصار المشروع التلمدي للكيان الاسرائيلي سيعني شيئا واحد وهو سهر ورقص وشرب الاسرائيليين فوق ارضنا وعلى جثثنا جميعا نساء ورجالا واطفال مساء الخير استاذ رفيق نصر الله السحافي والكاتب السياسي اهلا وسهلا فيك استاذ رفيق هل هذا هو الخطر الكبير اليوم هذا العدوان الاشتياح الغزو الاسرائيلي للبنان هو هدفه انهاء حزب الله كحالة مسلحة ولا لا الهدف هو ما اعلن نتنياهو جهارا اعتقد اننا في خضم المشروع الكبير بكل ابعاده الاستراتيجية وكما تفضلت والاديولوجية التي خططت اسرائيل له سابقا وبدأ تنفيذ هذا المشروع عمليا بعد ان كان نظريا من بعد 2018 بدأ الاعداد من اجل ترتيب اوضاع ما يسمى في منطقة الشرق الاوسط والمتلائم مع تحقيق هدف استراتيجي عند الاسرائيلي وهو انشاء يهودية الدولة انا يعني لا استغرب ما قاله نتنياهو كان صريحا هذا ما تقول لي الطورات في الطورات هذا يعني الصهيوني الغازي الذي الموعود كما تقول له الطورات بوطن وبمنطقة وانه سيكون سيد هذا العالم وليس سيد هذه المنطقة فبالتالي يعني فعلا ينفذ نتنياهو ومن معه من كل هؤلاء المتطرفين التلموديين التوراتيين ينفذون الرؤيوية اذا بدك اللي حطتها التورات سابقا فبالتالي نحن في خضم هذا المشروع كل ما يجري الان ليس ردة فعل على 27 لو كان فقط يعني على 27 كانت استمرت الحرب عدة اسابيع وصار فيه تفاوض ومن ثم تبادل وغير ذلك لا كان هذا الامر معد لألو اجت 27 لتفرض حرب بغير موعدها ولكنها اعطت اسرائيل الفرصة لتحقيق الهدف الاول الذي كان ضمن هذه الخطة وهو محو غزة عن الوجود صحق غزة ودفع سكانية او ما تبقى منهم الى شمال سيناء وصبقوا تحدثنا عن هذا الامر كثيرا واعطاهم مساحة 760 كم مربع واقامة مرفأ صغير لهم ومطار خفيف وبعض المساعدات مقابل ان تسيطر اسرائيل على غزة وان تعيد بناء المستوطنات فيها وان تصبح جزءا من اسرائيل التي يعني تخطط لما هو اكبر على ان يلي ذلك بدء بمعركة اذا بدك ترانسفير اخر بياخد وقته في الضفة الغربية باتجاه الاردن ونتنياهو حتى في كتابه مكان تحت الشمس او مكان بين الامر يعتبر ان وجود الفلسطينيين هو شرق الاردن وليس غرب نهر الاردن ومن ثم تفريغ اسرائيل من بعض ما تبقى من العنصر العربي اي ما يسموه عرب 48 ودفعهم الى لبنان لعرب 48 كمان ودفعهم الى لبنان بعد ما يسمونا صحق حزب الله وتحضير الظروف لدفعهم الى لبنان وبالتالي يذهبون الى يهودية الدولة كمرحلة اولى على ان يلي ذلك بعد انتصار اسرائيل كما يخططون بدء السيطرة الاقتصادية والثقافية والهوياتية والمجتمعية على كل المنطقة على كل المنطقة وفق الرؤية التلمودية التولاتية طب هاي المشروع بيتحقق اليوم اليوم حضرتك عم تقرأ بزيت النفس اللي كنت عم تقرأ فيه بحر التموز بالسياسة ولا لا لا أهلا بعرف انه كانت اسرائيل تريد صحق حزب الله بعام 2006 كرد على هزيمة 2000 والاندحار من جنوب لبنان لكن الوضع الآن أكثر نحن أمام مركزية قرار للمتشددين الإسرائيليين الأكثر عنفا وتشددا وقصاوة والأكثر توراتيا وتلموديا وفعلا يريدون هذا الأمر يعني حتى بين هلالين التسريب اللي تم على انه بدأوا ببيع مساحات من الأراضي في جنوب لبنان لإقامة مستعمرات أو مستوطنات عليها هذا ما بيجيب المصادفة هناك من يطمح هلأ بينجح ما بينجح هلأ بنحكي إذا بيقدروا ولأ لكن نحن أمام مشروع يهودية الدولة أمام مشروع استقصال بالضفة الغربية أمام استمرار طحن غزة ورأينا يعني ما الذي حصل بسونا عنا في لبنان شوه المشروع وأيضا مكمل نتنياهو للآخر وهلأ بنحكي بالتفصيل عن ما الذي سنراه في المستقبل القريب أنه مثل شوه يعني مسألة ما مسألة أنهم نبعد حزب الله شمال الليطاني لا تريد إسرائيل أن تصل إلى مجرى نهر الليطاني وتريد تفريغ القرى تماما يعني اللي تهدموا ما بيرجعوا ايه بتعطوا على الأساس وألوى أول تمبارح أنه ما حدا حيرجع على قرى ومش صحيح أنه حترجعوا قراكم مقابل عودة المستوطنين إلى مستعبرات المستوطناتين لكن هذا ما معناه أنه حيتحق لأنه بلشنا نشوف نمط آخر من القتال عن قرب ومن مسافة السفر وبدأنا نرى أن هناك لأ تحضير كان عند المقاومة وأن من يتصدق الآن لمحاولات التقدم الإسرائيلي هم ليسوا القوة التي واجهت إسرائيل خلال حرب الإسناد مختلفة قوة مختلفة لها مهام مختلفة مدربة بشكل جيد عم بتقاتل يعني مجموعات من النخبة الإسرائيلية اللي مثل ما قالوا الإسرائيليين صالنا 15 سنة عم ميلين تتدرب من أجل الدخول إلى جنوب لبنان والقضاء على حزب الله لذلك أنا يعني بدي أقول شغلي مهمة ما حدا يتوهم على أنه الإسرائيلي ممكن يقبل بقوة فطلاخنات حتى لو الرسالة اللي بعتوها يعني برحل الرئيس بري وجبلات والرئيس مئاتي هذا أمر أوكي بالدبلوماسية مضطرين يفرشوا قدام الأمريكاني إذا بدوا لكن هذا الأمر ما حيتحقق ما رح يصير في وقفة فطلاخنار نتانياهو متفق مع ترامب أنه ترامب طلب من نتانياهو بالزيارة الأولى مش التانية أنه وعطعتي الديمقراطيين فرصة بيوقفة فطلاخنار أو هدني حتى بيقى مسألة الواحد وعشرين يوم هاي معناته أنه هني بيربحوا وهارس بتجي وهني يعطوك كل شي ما بقى يقدر يعطوك أكتر مما أعطوك بينما إذا أنا جيت وضل اطلاق النار ورحت عجنوب لبنان وعملت السواد تطبق صفقة القرن تطبعوا الترامب أنا برجعك لصفقة القرن ومثل ما عملت بالجولان ومثل ما نقلت السفارة راح أعطيك إنجاز تاريخي بتعلق بمستقبل إسرائيل اللي عم تحلم فيه اللي أنا عمالي أقوله اللي هو إذا أنت أنا جيت سأعطيك قرار أمريكي باعتبار كل المستعمرات الإسرائيلية بالضفة الغربية واللي بتضمت من 150 ألف مستوطن بيناتهم 100 ألف حاملين سلاح باعتبارهم جزء من أرض يهودة والسام الراء أي جزء من إسرائيل اللي بده تكبر وبالتالي هذا ينفي وتنتفي فكرة أو إمكانية تشكيل دولة فلسطينية أو حل الدولتين أو ما شابه فبالتالي هذا تلاءم مع ما يريده نتنياهو من أجل مستقبله السياسي اللي عبرت عنه سارة مرتو حتى بواشنطن زوجي سيبقى كمان لبعد أكتر من خمس سنوات في مركز القرار في الكيان لذلك نحن ضمن هذه المعركة الكبرى واللي أنا برأيه للأسف يقول واحد أنه بعض قوانا بالمحور لم تقرأه جيدا إرية الإسرائيل غلط مين يعني؟ كل المحور ربما بنوا استراتيجيتهم إيران ما قرأت صح؟ ربما يعني الواحد بديحكي بشفافية اعتبروا أنه الإسرائيل اللي ما بقدر يخد حروب كبيرة ما ممكن يعني بعدها إسرائيل اللي بنعرفها قبل عشر خمسة عشر سنة اللي أمام مثلا الأسرة والمعتقالين مضطرة أن نتطاوت بعد جمعتين وثلاثة لا نحن أمام إسرائيل ولو خسر عشرة ألاف وعشرين ألف من جنوده بده يكمل لأنه يعتبر هو هلأ الآن بمرحلة تثبيت توسيع الكيان وهديك اليوم عميلي أقرأ بأحد الصحفيين الإسرائيليين يوسف كذا أنه نحن اخطأنا خطأ جسيم وتاريخي عندما بلنا بالسبع وستين بقرار وقف طاق النار يعني اللي صار ولم نطرد كل الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن الأدس الشرقية وهذا خطأ كبير لن نكرره الآن لا في غزة ولا في جنوب لبنان لأنه بعد عن بقارن اليوم بالسبع وستين كيف انهزمت الجوش العربية بوقتها بساعات وكيف ضربت قوة وقدرة حزب الله العسكرية بشكل كبير كمان أيضا بأيام قليلة يعني سبقتيني باللي أنا بدي اللي كيف لأن قوانا ما رح مع أريد صح وذهبت إلى الضربة الاسدباقية حصل ما حصل تماما مثل ما حصل مع جمال عبد الناصر حترتك من من يطالبون بأنه أنتوا تحركوا بضربة الاسدباقية من أكثر من سنة ما عندي عن نفس الكلام ضربات استباقية نتانياهم خطت بدي حصل كذا كان البعض عبرهم أنه لا الأمريكاني ما بيقبل بعملية برية الأمريكاني لا هل قد لا في التفاوض القطري والمصري شو عم بيشتغلوا لا أنا ما ولا لقيت لي لحظة أنه هناك إمكانية عبد الناصر بالسبع وستين أراد أنه يعمل ضربة الاستباقية بواحدة زيران لكن جاءوا السفير السوفيتي وقتها وبعض القاضي العسكري اللي عنده أنه لا هاكي منكون عم نعطي نحن زريعة وكأنه أمام العالم أنه نحن لهجمنا منعطي زريعة لتدخل غربي وإسرائيل كذا فقامت إسرائيل بالضرب الاستباقي حطمت الطائرات المصري صار الجيش المصري مكشوف انهزم بقلب سيناء وتاهى تحت قبضة الطائرات الإسرائيلية وحصلت النكسي الكبيري نفس القصة أنا برأيي عدم قراءتنا بشكل جيد للإسرائيل وما يخططه وما هو عم يتحرك فيه ببعده الاستراتيجي التوراة لأنه لو عملنا ضربات استباقية أو تعطينا مع هالضربات الاستباقية بمراحل كتير حصلت سواء قبل أو بعد عمليات الإسناد وأنا يعني بعدني عند تفسيري المتواضع أنا مني عسكري يعني مني خبير عسكري لكن غطيت حروبه يعني إلي شوي يتباع بالوضع الجسم بعتقد لو قامت المقاومة يوم اللي يغتيل فؤاد شكر وكذلك إسماعيل هنين بضربة استباقية كبيرة طالت بنفس المستوى أحياء بتل أبيب أو أي شيء ما كنا شفنا كل اللي عم نشوفه كانت إسرائيل انغدعت على الأقل وحتى ما فجرت اللي فجرته ولا وصلنا لنوصل لأغتيال القاضي ومن ثم سماحة السيد أديش عندك أحباط اليوم استدرافية بأنه يعني بهالكلام اللي حضرتك عم تقوله نسيت عم تقوله بأي طريقة أنه يبدو أنتوا رسمتولنا أنه عنا قوة قادرة أن تزيل إسرائيل ولا يبدو في هذا الشيء لا في قوة ولكن ما بعرف شو كان فيه عند المحور شو المانع طريق إذا في قوة ما بعرف كيف تفسيره مع أنه كثير مننا كنا عم نحذر يا شباب إسرائيلي جاي كنت استخدم دائما عبارة أن الحربة آتية لا ريبة فيها وكان طبعا كنت قدتها بالتهويل وفينا سبتني وأنه كذا وأنه كيف هالكلام وهذا ضد البيئة وغيره ونحن نقول يا شباب يا شباب سمعوا ومع هيدا وكله حتى بهذه المواجهة أمام العمال يحصل أنا ما زلت عند رأيي ومؤمن أنه المقاومة عندها قدراتها الكبيرة وأنا هلأ عم ردة شعار إذا لم تبكي تل أبيب وبمرارة سنبكي وحدنا بمعنى إذا هلأ ما أعمل محور سواء الإيراني أو المقامي في لبنان أو المحور من يعني محور أسهل بس الناس تعرف أسهل بطلنا نعرف من هو المحور المحور في المقامي في لبنان وهلأ الإيراني بسند يعني والعراق شو والعراق جزئيا شو العراق قداش الإمكانية سوريا سوريا ما ممر لدعم المقامي ولكنها ولا حأحكي لك يعني أنه شو حيتعرض السوريين أيضا حيكونوا جزء من هلنع بيتعرضوا للأدوان لا جزء أكبر لا 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 بالبر والبق جاو بالتأثير لا 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 يعني بيحكي لك بهذا الموضوع فبالتالي إذا ما أبكينا الإسرائيلي وضلينا عم نضرب جوانب المدن تحت زريعة من ناش نضرب المدنيين طبع شو خافان يا حبيبي قرانة وراحة للتربعة شو هذا حدا منتبه أنه صاروا ألفين شهيد لغاية الصبح دهو أكتر من حرب ترموز كيه ضرب الدفاع المدني والإسعاف وبعد شوية ضرب الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحيصير ما هلأ دربوا قناة السراطة ايه هلأ بعرفها أبلك حيصير ومن ثم أيضا ضربت بقية المؤسسات وصولا ليش انت ضربت دفاع المدني نضرب بإزقاء البلاط تحديدا كنت الصبح عمالي حزر واستغربوا بعض الزبل اللي أنت بتعرفيهم لش عم قلوا انتبهوا فاندقل غمي إزقاء البلاط البشورة لكن شو اختاروا أول شي ضربوا طبع إيش دربت الكولا قدم من الضاحية الكولا عبير حسن كمان قدم نضغط حسن مستشفى الزهراء ومن ثم إيجا لهون وين هون النقطة اللي ضربها آخر شارع سليم إسلام اللي بيجي من المطار شاك لوين رايح على حفة شو دونتاون بما يعنيه بالنسبة للعاصمة الاسم الغربي إذا بدك يعني تقريبا منعظمه من هون وبالطالع لغاية المنارة والبحر والقصم الشرقي خندق الغميق شوي بتفوتي على المنطقة الشرقية إيجا بهذه المنطقة وضرب وقال له ما فيش مبر دفاع مدني فيه أكتر من ثلاثة أربعمائة أكتر فرع للدفاع المدني فيه إيجا لهون ما ضرب بي مع ناطق كثيرة رسالة قبل بثلاث ساعات من هيدا بيسربوا الأمريكيين خبر عن طريق هيدا الناطق باسم البيت الأبيض نحن عم نحاول مع الإسرائيلي أن لا تضرب بعض الهداف في بيروت وهيلي جزء من الخداع اللي مارسوه الأمريكان بما فيه هوركشتاين بزيارته الأخيرة لإسرائيل اللي أوحى أني أنا جاي على لبنان وكأنه جايب معه أفكار شوي طرع إجا التفجير وإجاة الأساس داني فبالتالي بدي نتبه البعض وما عم بيحكي تهويل أنا عم بيحكي تحليل علمي من خلال كراءة الإسرائيل ومن خلال تجربتنا معه بكل هالحروب وما يستخدم من خداعات إلى خبرتنا معه بغزة أول ما بلش بغزة شو عمل قال قدت كيلومترات لحتى نحاول نضغط مشين نجيب الأسرة شوي بلش يقرب صرنا بوادي غزة صرنا بالمطحن تبعيد المجازر المتنقلة صرنا لرفح ومن ثم فتأ يعني فعلا بدأ بالسحق وبالضرب هلأ بعد المقامة تحت الأرض قدش نسبتها كذا هيدا كلام تاني سوف يستخدم هذا الأسلوب معنا أرض محروقة بدون ينتبه وانا ننتبه إذا ما عملت ضربي استباقية ووجعت تلقى بي وعرفت أن إذا بدون يستمروا بهذا الإطار أنك أنت حتستخدم عندك صواريخك الفرد صوتية وحتستخدم طريقتك اللي اللي هي بضرب حتى الأحياء المدنية تماما مثل الأحياء اللي عم تصير عندنا بل سمحت السيد لغاية لحظات الأخيرة من حياته هو رافض ضرب المدنية لإعتبارات كتير وعلى أنه نحن قدرانين نلجم الإسرائيلي لنوصله لمحال بده يقبل بالتفاوض ولكن مش على شروطه على شروط أنه نحن لن نهزم لكن الإسرائيلي غدر والإسرائيلي مكمل بالمشروع والإسرائيلي وصل لحياة السيد اللي كان بيشكل ما بعد بعد الخط الأحمر في الصراع فبالتالي المرحلة اللي جاية قدامنا جغرافيا قلقة تحت قبضة النار لا يوجد أي هدف لا تريد إسرائيل أن تتنصل منه لا بده ترحله ببيروت بمناطق كتير هي رايحة لذلك أنا وجهة نظري إذا أنت عجلتوا بالضربات الاستباقية واللي لازم تكونوا باكرة طب ما قامت به إيران شو يعتبر ضربة الرادس هذه واحدة من المواجهة حطول الإسرائيلي حيرد خلال يومين ثلاثة كمان على هذا الرد بدك بالرد هل وهون السؤال هل بيرد ليستغل كل اللي كان يعني معمول من محاولة لاستدراج الأمريكي أم بيرد ليستغل اللحظة التاريخية ويدرب المفاعل النووي هون بتكون إيران أمام التحدي الأكبر إذا ضرب المفاعل النووي هي مضطرة ساعتها كمان تضرب بس مش بنفس الطريقة لماعنا مميزة ضربة الأخيرة واستعملت بعض الصواريخ للفرد الصوتية بس ضربت فيها مطارات وقواعد وضربت على تل أبيب ولكن ما ضربت على البنية السكانية اللي بتل أبيب ساعتها ممكن أن يتضرب على المفاعل دائموة لأنه عم تجيش لضرب المدنيين وهو حيعتبروه عمل إرهابي يعني بيشرح كل العالم بينصد إسرائيل نحن بحرب مكتملة الأوصاف ما في شيء اسمه حرب شاملة أنا ضد الكلمة حرب شاملة مع مين؟ بالمنطقة حرب بالمنطقة مين؟ في المقامة في لبنان وفي إيران مين فأمين بعد فيه؟ أردن بدي يقاتل ولا مصر ولا مين بدي وين الحرب الشاملة؟ لا ما في شيء ولا التركي ولا مين؟ ما فيه ما فيه ولا بحكي لك عقصة ليش بالطورات والشرات بالكران المهم أنه إيران بدأ ترد هلأ هون يبقى المقامة أيضا نيمكن تكون هالصواريخ اللي معها بالفرد الصوتية وغيرها إنها حطتها بلحظة ما كمان حترد بالتوقيت المناسب لكن إذا استدرجنا إلى حرب استنزاف صحيح هي بتوجع إسرائيل بتوجع لكن إذا هالحرب الاستنزاف في الأسلوب اللي عم تقوم في إسرائيل كمان إحنا حنتوجع هتقضي على البلد ببيتك بمؤسساتك بناسك بكل هذا الأمر عشان هيك أنا أقول الضربة الاستباقية قد تخلق ظروف إذا صار فيه نوع من التوازن تروحي فيه على المفاوضات يعني أنا هلأ لما بطلع حدا هون بعدها عم بيقول إذا صار في ضربة استباقية مثل ما عم بتقول علي هي ضربة بمعنى ضرب تلقابي مدنيين غير مدنيين هتنضرب إيران يعني في بهديت صار للمفاعل أنه والإيران من أكبر الإسرائيل ستضرب إيران بالرد وهذا اللي بدي أنا وصلك لأله وسوف بلش عملية إقلاق إيران بالداخل المشروع طالع من الضاحية ومن الجنوب ومن الخارطة اللبنانية مرورا بسوريا وأيضا بإعادة إحياء داعش مع توجيه ضربات للحجد الشعبي وغيره كذا بالعراق وصولا لإيران وأيضا لليمن هلأ بتقوليني بتزبط ما بتزبط أوكي خلينا الرائب بالبر إذا ضلت عم تكلها إسرائيل بهذه ضربات الموجعة وإذا تمكنت المقاومة من أسر جنود إسرائيليين بتكوني عم توجه بوكس كتير كبير لتموحات نتنياهو نفسه هتكبر ترجع المعارضة وحيرجع الضغط الشعبي اللي هلأ هو عم يدعم نتنياهو اللي أتى الأمين عام حزب الله واللي أتى القاضي واللي نشوة النصر إذا رجعت أخذتي أسرة تماما متل ما بغزة ياخدوا هلأ بغزة ياخدوا أسيرين بتتروح كالنتائج العملية أزهو طبعا نتنياهو وكذلك الأمر في لبنان لكن أنا بدي أحكي عم بحكي هلأ بالبعد الجو سياسي أيضا والعسكري والميداني أي إيران ما بقى تطلع من الصراع ما فيها تطلع يعني خلص فتنة على المواجهة خاصة إذا إجر الرد الإسرائيلي إذا ضرب المفاعل النووي بدوا ينضرب المفاعل عندهم وبدوا تنضرب مدن إسرائيلية وقالوا حتى الرئيس الإيراني اللي كان بقطر من مبارح قال حيكون الرد مؤلم جدا على غير الرد اللي حصل إذن نحن أمام مواجهة بدها تكبر هاي واحد بالبعد الاستراتيجي على البعيد إذا استمر هذا الأمر إيران بتروح على مفاجأة كبرى دي هي إعلان تم امتلاكها لقملة نووية وتجربتها بإحدى الصحاري بإيران ليش؟ بالحروب النمطية والتقليدية والكلاسيكية مهما امتلكت أنت من صواريخ وغيره ما عم تقدر تعمل التوازن مع هيدا التحالف بين إسرائيل والحلف الأطلسي ككل وبعض العرب أيضا ما فيك على المدى البعيد أنك أنت تقدر يعني تكسري إسرائيل بمعنى الكسر الموجودة شو بتعمل ساعتها إيران بتروح على قملة نووية على قاعدة لعملته إسرائيل كيف جابت قملة نووية وساعدوها الفرنسيين لما قالت للغرب أنا حوالي كل الدول العربية وحاق من سوريا للبنان للأردن للعراق للسعودية لأمصر لكل وكلهم بالدنياني ما بقدر أنا إرهبوا بدي قملة نووية بس يعرفوا عندي قملة نووية ساعتها بأعمل أنا ضمان الاستراتيجي لأمني طيب هيدا إذا العمل أخذ الإيراني وعمل قملة شو هيحصل من بعده السعودي حيطلب قملة هيعمل قملة معه مصاري بيعمل قملة والمصري كمان مشين أمنه القومة والاستراتيجي بدي أخذ قملة يعملها شو بيكون صار عم بيحكي بعيد أنا باستراتيجي شو بيكون صار عند الإسرائيل كنت أنت على مستوى بدك تقاتل حزب الله ومقاومة وترجع مستوطنين وبدك تحاول تقلق بإيران شوية لقيت حالك أمام دول محيطة فيك تملق قناة بالنووية جنعمل توازن استراتيجي وخلي الأمور ساعة دوان توصل طيب قبل ما نوصل لهذا بدك ألا نحنا بالحرب نحنا بنص الحرب وسأتأخذ هذه الحرب كل الأشكال اللي متداولة في ظل إسرائيل التي لا يلجمه أحد يعني شو أصدك الأشكال متداولة يعني اليوم مثلا بيقولوا البناء التحتية للدولة اللبنانية هي خط أحمر آحة تنضرب يعني شهورة وشركات جهر عند الإسرائيل ما بيقدر الأمريكاني من هلأ لما بعد الانتخابات الأمريكية الأشباط يقدر يقول له به وأساساً الأمريكي هو شريك أنت بصدق أنه الإسرائيل وحده عارف عامل كل الاستشعار والتكنولوجيا والاكتشافات وصولاً إلى ضرب السيد أم أنه الأمريكي هو اللي قدم كل المعلومات مع البريطاني اللي عبر طائراته الستة الموجودة بأبرص واللي بتحلق واللي هي عندها قدرة استشعارية متقدمة جداً كذلك الأمر مع الألمان وبعض الفرنسيين يعني نحن عم نقاتل الحلف الأطلسي ككل إلى جانب إسرائيل طيب بس أني قبل ما كانوا يعرفوا موقع سيد نصر الله يعني أو المعلومات لحضرتك عم تقول ما كان سيد نصر الله عرف بوقت قبل ثلاثة الشهور عم يقول وكانوا عارفين وكانوا ناطرين اللحظة حتى بموضوع التفجير طبع الفجرات ما كان حيحصل هلأ كان بدي يحصل باليوم الأول للمعركة أو اليوم التاني بيخلوا المعركة كبرة وبيفجئوا الحزب وبيفجروا المقاتلين مع كل الدعم مع كل القوة الحماية وكل اللي تفجروا لكن تم اكتشاف على أنه من جهتين عند الحزب في حدا عم يفك الفجرات وبلش يشك فركض رئيس الموساد إلى نتنياهو قال له يعني نتنياهو على علم بما هو مخطط قال له في مين عم مال يفود إذا اكتشفوا بتروح علينا الفرصة فقال له تصرف طلعت التفجيرات وطلعت الطبعية اللي سلك الثاني يوم وتدرجنا يعني الحزب كشف الخرق بالاسرائيل اللي عم يقول بس شو رأيك بهذا الخرق خرق ضخم خرق كبير خرق مخابرات خرق معلوماتي تكنولوجيا واللطن رئيس إلى جانب في شيء بشري بدنا نعترف بس التكنولوجيا هي الأكتر طب ماذا عن الستمائة شاب اللي توفو معظمنا على الدرجات النارية أو غيره مايا كمان كم مع فيجارات كمان ممكن هاي الفجارات تكون عم تعطي إشارات عن وجوده يعني بده يتم بكرة هلأ لحنا بالحرب يمكن ما يعلن كل التفاصيل لكن ما بعد الحرب كلنا بدنا نحكي وكلنا بدنا كل واحد شوفي عنده معلات الغرب شو كتب شو بيكشف الإسرائيلي شو بيكشف الصحافة الإسرائيلية لتجمع معلوماتك الدقيقة وتعرفي شو اللي صار علما أنه بعتقد أمن الحزب توصل توصل لمحل بمكان ما هلأ بتكتليلي ما فيش خيانة أو ما فيش لا في بس مش بالنسبة اللي عم تحكي فيها كل الناس الأساسة والتكنولوجيا بسهول خرق هون في لبنان ولا في لبنان وإيران وربما حتى بإيران أنا أنا هلأ صرت على يقين أنه الرئيسي قتل ماشي غيمة هلأ صرت على يقين بأنه الهيليكوبتر أنا من الأساس ما أبطت يعني أنه طب كيف تبنيت البيانة تلات تيارات وحدة فاتت بغيمة ما هي بالنص كانت هلأ أوكي كنت عندهم ظروفهم شو هي بس ما بدي استبعد بس مثلا إيران بما مرد به مثل ما عم نقول أنه اليوم التشكيك صار حتى بطريقة وفاة أو مقتل الرئيس الإيراني رئيسي في الأجواء صحيح طب كله ليش إيران سكتة إذا عندها هيدا القوة البعض يقول ما عندها قوة بعد يقول كنا عم نعيش نحن بالوهم لا بعد لا مش وهم بعد اغتيال إسماعيل هنية إيران كانت بعد 24 أو 48 ساعة بدأت تضرب إجت رسالة أمريكية عن طريق السفرة السويسرية اللي هي بتطلع على المصالح الأمريكية إنه وعن طريق القطريين على إنه والعماليين إنه طولوا بيركون في مفاوضات كبيرة عم تتقدم قربنا منها بغزة من أجل وقف إطلاق نار ونشوف شو بدنا نعمل حل وبالتالي بتوقف بجنوب لبنان وعطونا فرصة وقام الإيراني قال فخدعوا طيب خدعوا خدعوا إشاء اغتيال نهاية ما اغتيال القاضي اغتيال قاضي فؤاد شكر مثلا فؤاد شكر كمان خدعوا خدعوا فتحسس الإيرانيون للأسهم وصولا إلى اغتيال سماحة السيد هون ما ضل فيه مجال بيّن أنه كانت كل الرسائل اللي أجت عن طريق هؤالأطراف خديعة ما ضروري أنه الأطراف يعني مشاركين فيها خديعة أمريكية غربية إسرائيلية فأخذ القرار بالضرب وعملين حسابا حسب ما هل أسمعت على ردات الفعل ومجهزين كمان عابيقولوا قوة صاروخية مختلفة فرد صوتية باليستية كبيرة من أجل هالمرة ضرب العمق الإسرائيلي بالمدن إذا إسرائيل بدأت رد رد غير متناغم إذا إيران بدأت اعتمد على العنصر والمفاجأة مثلا ليه بدأت تعتبر رد هو ردا على عمليات اغتيال الثلاثة سيد نصر الله وإسماعيل هنية وأيضا عباس شالوفان يعني ليه بدأت تجمعهم كلهم برد واحد يعني أنه أبين كأنه إيران ليست مقاومة إيران دولة بدأت تأخذ بعين الاعتبار معطيات كثيرة وإيران مظلومة بالجغرافيا يعني منع على حدود إسرائيل حتى تستخدم قصص كثيرة كانت فبالتالي يعني مجبورة أنه تعمل كل حساباتها بدأ لحتى بعدين إيران أمام الأمريكي بحملاته الموجودة بالخليج بقواعده الموجودة بالإيراق حتى بالإيراق يعني بدول مجلس تعاون الخليجي بالتركية بأزربيجان وهذا الإيراني عم يظل يلتفت أزربيجان اللي هي دولة شيعية يعني 90% فيهم شيعة ورئيسة شيعية ولكن على علاقة كبيرة جدا مع إسرائيل وفي كلام على أنه في خبراء وفي قواعد ويخشون أن تنطلق الطائرات الإسرائيلية من أزربيجان عشان عشان هيك قالوا أي حدا بيقدم مساعدة نحن حنتطر أنه أنه نرد عليه بشدة فدحنا أمام مكاشفة بالمواجهة ما في شيء اسمه حرب أقليمية كبرى هي واحد اتنين بتكتخذ بعيني الأتبار شو عم بخطة الأمريكي وغير الأمريكي تجاه الروسي طيب الروسي وين اللي شو أسم الروسي هلأ مشغول بأوكرانيا هلأ روسي كلها مشغولة بحرب بأوكرانيا وإسرائيل سبت عم بتحارب على جلات أربعة ربعة طيب شو هيك الفجر اليوم فجر اليوم ضرب ضرب موقع أو مخزان هلأ أني بقولوا مخازن أسلحة على بعد 11 كيلو متر فقط من قاعدة حميمي اللي فيها الروس يعني معناها الرادارات الروسية شايف التيران اللي عم يضرب صحيحة بيضرب هو يعني في 35 تبعد تضرب عن بعد 80 ميل أحيانا لكن هن بيعرفوا حتى الطائرة طيب دون طلق من إسرائيل بيعرفوا وين وكيف وليش ما بتحرك الروسي الروسي بس يعني عنده قاعدته ودقى لهو بال2015 باللي عمله ولكن الوريات المتحدة الأمريكية ومن معها يعني المحور ما يراهن على الروسي لا الروسي الأمريكي عمالة يحشر الروسي لحتى أول شي بده يسيطر على هاي المنطقة وبعدين وبيمنع الروسي من أنه يكون له دور أكبر هون هذا بيتعلق الأمر بعدين بمشكلته مع الصين وغيره كمان لحتى يكسر جزء من المحور اللي كان بده ينشأ اللي هو الروسي الإيراني الصيني مع بعض دول يعني مع بعض القوى بالمنطقة واللي أنا برأيي ما بقى فيه فرص كتير للنجاح أنه يطلع إلا إذا فيه نفس طويلة بعدين إلا إذا تغير الوضع بروسيا أكتر يعني إذا انتصر رجل الأكراني أو شي اليوم تعتبر هذا المشروع هو مشروع نتنياهو يعني هي هو مشروع نتنياهو فقط هي صفقة القرن كما قال ترامب نحن بالمنطقة وين كل يعني يعني هو يعرف شو خطه بعض المحور موجود وبعد عنده مش بس المحور يعني مصر الخليج وينهم من هذا الجزء منهم موافق على اللي عم يحصل ويقوم ويقوم بمساعدة إسرائيل وهناك شركات عربية بعدها بتمول إسرائيل يوميا بكل المواد التموينية وبكل كذا ومن مصلحتها أن لا يوجد شيء لا حماس ولا ولا إيران ليش؟ ولا إيران اللي بدأت انضرب يعتبروا إذا تضرب حزب الله هون أنه إيران قصة رأس الرمح تبعه وبالتالي بترجع بتعمل إقلاق بسوريا مشان تبنع خط التواصل ليش؟ المشروع ككل قدر يسموه الخط اللي بدو يجي من الهند حتى من المقطط اللي قلوه بالألفين واتمنطاعش قرط طريق أو ما سميها صفقة القرن أو أي شي ما بتقدري تعملي عش مالك حماس وعلى يمينك من فوق أزب الله والحسيين بالبحر الأحمر ما فيك أنت ميناء حيفا اللي بدو سير هو ميناء الشرق البحر الأبيض المتوسط اللي باتجاه أوروبا والعالم وهو هو المدخل إلى الشرق الأوسط عشان هيك نضرب مرفق بيروت وبتنضرب بعض المؤسسات وغيره كل شي فبالتالي هيدا الأمر ما بتحقق وجود هاي القوى وأنه إيران بعدها عم بتساند وتعمل وغزا بما يشكل خطر استراتيجي على إسرائيل وعلى هيدا المشروع كل هيدا الدول متفهمة على أنه هيدا المشروع سيكون قائما لكنها ستدفع الثمن غاليا بالمستقبل مين كل هيدا الدول بما فيها اللي طبع واللي صمت ليش إسرائيل ستطعب يعني إحنا اليوم صرنا أسبوع على هذا العدوان ما في موقف عن جامعة الدول العربية وعلى طلعوا اليوم يدينوا أي كلام ما في شيء اسمه جامعة بعد شو اسأليني أنا ابن 82 بالإشتياح وكلها ما في شيء اسمه جامعة انتهت انتهت هذه القصة بعد حالة فلكلورية لكن هذه القوة أنا عم بيحكي هلأ عن الأمن القومي والأمن الاستراتيجي هذه القوة ستندم ندبا شديدا لأنها سكتت وتآمرت وخافت من الأمريكي وراهنت على ضرب المقاومات المقاومات لأن السيد الإسرائيلي اللي بده يسير هو سيد المنطقة سيتعاطى معهم كعبيد هو اللي حيصطي بالاقتصاد وبالسياسة وبالسقافة وبتغيير الهويات وبتغيير كل المفاهيم عشان هيك عم تشوفك كل هالميديا اللي عمالي ينشغل عليها وهي هو تصوير على أنه المقامة في لبنان هذه مشروع إيراني شيعي فارسي مجوسي وأنه هولي اللي بغزة هولي لأنه طواعوا إيران أخذوا هيدا العقل لهنيك والإسرائيلي قاعد عمالي يا عربت طيب أنه بكرة الإسرائيلي مثل ما قال نتنياهو لا توجد نقطة في هذه القرى الأرضية لا تستطيع إسرائيل أن تصل إليها بدوا بكرة يخليكن أنتوا تكونوا شركاء لألو بالسطو الاقتصادية وسطوة الغاز وحتى انتلاك التكنولوجيا وكل هيدا الأمور أنتوا بتكونوا عبيد بتكونوا سقافة قطيع بس بهالحالة هيدا بالنسبة للبنان بينتصر المشروع الإسرائيلي بتقول لا مش هينتصر كنت قبلت قلت لي مرة أنه لو وصلوا على الكعبة ما العرب خلص عواض بسلامتك لأن الشارع العربي مستقيل ما بس الأنظمة شوفيلي مظاهرة مثل العالم طلعت بشارع عربي تركيل اليمن مظاهرة حقيقية مثل أيامنا لما كانت عيام الجزائر أو أي محل لما كان يعني يصير أي أنه ننزل نكسر الشوارع ببيروت بعدوان الستة وخمسين نحن أولاد وبنعرف أهلنا شو عملوا بالسبعة وستين أهلنا شو عمروا أهلنا شلحوا حتى المحابس تبعيتهم اللي يتبرعوا بالذهب من شئ المجهود الحربي بالسبعة وستين نحن لو قفنا مع مصر بكل مراحلة بكل مراحل إدارة نحن اللي رأسنا بالشوارع بالتلاتة وسبعين لما عبر الجيش المصري خط برلاف وأمام كل القضايا العربية ولكن وان اليوم بينزلوا تلاتين أربعين وواحد بمصر يوقفوا قدام نقاط الصحافة بلد المئة وعشرين مليون بلد الخمسمية وخمسين ألف عسكري بلد اللي هو متفوق على إسرائيل كقوة عسكرية كبيرة عم يلهوها اللي أخذوها اللي يلهوها بسد النهضة إحنا من سبعة لثمانة مليون لعشرة مليون بأعتقد في عدد الجنود الجيوش العربية في سبعة تلاف طائرة متطورة عم تدفعوا للأمريكان حق كل اللي قصبه الطائرات الحديثة وإنهم لأنه شعوب منهزمة محبطة شعوب استقالت مش استقالت هذه الشعوب تعبت كمان لذا انتهت أخذوه لعقل على محل تاني فتنة بالسنة والشيعية وبثقافة الأقليات وبالقرائط الضيقة وغيره أنت بلشت كلامك بأول جنة عظيمة هذا ما تقول لي توراة كويس وماذا يقول القرآن يا مسلمين بس بقول القرآن رحوا قاتل المقاومة أو مالو اللي عملتوا بسوريا دبحوا أطعروس على قاعدة ما كان يقول ابن تيمية القرآن اللي بيدع للجهاد واللي فيه الأقصى واللي فيه كل كل الدعوات اللي كان وين ليش هلأ ما حدا ما حدا بقراء بينما دعاو الفتنة كلكم جيتوا كان مرسي بديبعد ستين ألف من المصريين يعني إلى سوريا سبحان الله أنا بس سمعتوا بالمدينة الرياضية وعمليك وهاي طعف الإخوان وكلهم هاش وبدوا يروح ويقاتلوا بسوريا قالت له لزوجتي حدي قلت له حيطير لأنه هذا الكلام ما بيقبل فيه الجيش المصري ضمن لعبة الأمن القومي ما ممكن يقبل فيه وهذا اللي حصل على كل حال أنتوا تبعتوا ستين ألف وجبتوا كل من ثمانين دولي دعم وجبتوا كل شي لحتى تغيروا النظام بسوريا وبالعراق خدمة للي هلأ ما نعيشه سوريا والعراق وبعدهم هوليكي جماعة إدلب جماعة أردوغان بعضهم اللي رأسوا بالشارع وأكلوا نمورة وكنافة بعدها توفق باستشهد السيد مايش الحال أوكي وبالعراق بعدها سفارة أمريكية هي الحاكمة حدا بيعرف أنه كل ميزانية العراق اللي بيطلعوا من النفط تتحول على نيويورك عبر ستة نيويورك وإذا بدأ الحكومة العراقية تصرف لأي شي بدأ تطلب لا يتحول وينفي هذا استقلال بعدنا تحت السطو الأمريكي ومع هذا كله لأنه رايحين على هاي الخطورة اللي عم بيعبر عنها نتنياهو أنا متوقع أنه إذا 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 مثل معاملين حكا بدأ يعمل وراء السهم الإسرائيلية من عند سهل الحولة سهل الخيام سهل مرجعيون لتفوته لغاية مفرق حاصبية لغاية قدام من شين يقطعوا الطريق عند المصدع أو غيره قبل بدن يفوتوا من عند السلسل الشرقي الأصم الشرقي منحضرات الشرقية لجبل الشيخ باتجاه ما بعد نايترا ما بعد كذا كمان حتى يفرض أمر واقع بسوريا لأنه بيعرفوا أنه فيه كمان قوة موجودة للمقاومة ولمحور الممنع بهذه المنطقة إذا ساعتها سوريا بتتعرض لشو كمان لا اعتداءات إسرائيلية واسعة ليس بس اختيالات لا واسعة وهذا الأمر لازم كمان تأخذه بعين الاعتبار من أجل المواجهة الاستباقية إذا يعني هذا المشروع بده يتنفذ هو سيتنفذ هذا المشروع سيتنفذ سينفذ هذا الخط إذا إسرائيل تماكت من الخرق لكن شايفوا بواقعي سينفذ لا بواقعي بدوق التجربة لأنه قبل بغزة كنا نقول أكيد ما رح تاخد غزة أخذت غزة وأخذت رفح وأخذت فلادلفيا غير جغرافيا وغير استعدادات غير جغرافيا وغير استعدادات اليوم شو الوضع حالك شعلي بدوق التجربة من ثلاثة أيام له هلأ عم يتضيع أنه كل الشباب اللي آتلوا بالإسناد ليسوا قوة الردوان ولا قوة العباس أو قوة نصر وبدر يعني مش عارف شو آتلوا عن مسافة السفر آتلوا قوات النخبة عند الجيش الإسرائيلي اللي قال اليوم الصباح نحن صرنا خبس 11 سنة عم نتضرب لمثل هاي اللحظة إذا استمر هذا القتال وتحقيق هاي الدربات الموجعة بترنح نتنياهو بترنح نتنياهو بتشوف البر ممكن يسقطه لناتنياهو هذا اللي حيحصل خاصة إذا حصل أسر لجنود إسرائيليين يسيروا بإيد المقاومة ساعتها بدوا يعني نتنياهو مضطر على أنه يلجم مشروعه وربما مثل ما عمل أولمر يبيقولون الأمريكان يشتغلوا على وقف طلاق النار أو ما شابه ذلك وأنا برأي ما ممكن يزبط شي كمفاوضات وكمشروع لا بغزة إذا الأمريكان حتى لو بعد الانتخابات ولا هون ولا شي إلا بيضرب الصندوق الأسود دي هو إغتيال نتنياهو هل تكون المعادلة هيك؟ بأعتقد إغتيال السيد مقابل إغتيال نتنياهو نتنياهو غير وضعية نتنياهو عم بيعمل عربة دي حتى على الإدارة الأمريكية حتى على كل العالم أصبح مشكلة لهذا العالم صحيح لأني متآمرين معه وكل شي لكن لما بدك تروحي على الحال تستغني عن الصندوق السوداء فبيكون مدخل الحال هو إغتيال نتنياهو لحتى تخلق حالة جديدة بتساعدها انتصارات بالميدان للمقاومة في جنوب لبنان وإذا فتحت جبهة سوريا وإذا فتحت كمان بالبارد مين بدي يعلون فتحت جبهة سوريا؟ ربما يكون فيه هناك حسب ما عم يقولوك عشرات الألاف أو أقل من لجيين من اليمن ومن العراق ومن أفغانستان ومن باكستان من كل المتطمعين من بعد ما هلأ رجع نفتح عليها الخليج بطريقة معينة هيك هدت يعني بتقدر ترجع تفوت بعدك رأيه شخصي هذه المغامرة البعض رأيه شخصي إذا إذا يعني حق إسرائيل بعض النجاز بتبين بعدين شوية الخديعة لتعرضت لألا سوريا لماذا بدين يرجع تصالح مع النظام ساعتها إذا الإسرائيلي عمل وضرب ورجع حرك كل هالأمور لا ما بيرجعوا بيعطروا النظام اللي بدو هي اللي هو الاستقرار وبالتالي ما نكون أمام خديعة وبكرة مشهور يعني ما رأينا لأنه فتحة أبواب الجامعة العربية الجامعة دول العربية للرئيس السوري كان خديعة بتقول أنت بتصدق حدا بيعمل علاقات طيبة وبيفتح السفارة وبيقول خلاص وبترك أعلامه المسعور اللي هو أخبس وألأم وأحقر من الأعلام الإسرائيلي شو عم تساوي هلأ الأعلام المسعور لهذه الدول شو عم بيعملهم ضد النظام وضد البقامة كيف كيف أنا ببني علاقات طيبة وبقل له خلاص حيمشي الحال وخلاص وانت ما تتدقى لو بكرة ما تحكي وفالت إعلامي علي لتشويهه لضربه لشيطنته لكل شي كيف ما زبطة متيقن الرئيس السوري من هذا الموضوع عنده من الزكا ربما كمان هو عم بيكسب وقت بالحديث عن المناورة هل تصدق بأن السيد اغتيل طبعا في كتير ناس ما عم تصدق هاي تتعلق بالعقيدة تحديدا عند الشيعة في ناس لحد دل مش مصدقين يعني بعد بيبكوا على الحسين 1400 سنة من شاء وبالتالي ينتظرون المهدي المنتظر هاي الوجدانية هاي العقيدة هاي اليقينية بتخلي رجل يعني كان يمثل شيء كبير انه ما يصدقوا انه استشهد وخاصة بهذه الطريقة يعني في البعض انا بتناقش اليون للا ابو جمعتين ثلاثة بتكون تشوف المفاجأة عم بيتحضر يعني من شين المزار وعم بيتحضر يعني يعني ظروف طيب وين بده يصير التشييع ما بعرف اذا عرفت انه حد قاعد سيد الشهداء او شيء او كذا بالضاحية يعني بالضاحية طبعا تشييع شعبي اي بينزل خلي ينزل نص مليون تجي اسرائيل تدرب ما فيش مش بيشاركوا الناس بكرة بكرة هو غدا مظبوط لا ما بعتقد غدا الجمعة ولا الجمعة اه مش مظبوط هذا المواعد ولا انه صار وصل الجسمان الى الايران بيصلي عليه خمئني بعدين بيخدوه بيدفنوا بكربة لا سيدفن بين ناس سيدفن السيد في لبنان حيث المكان مش بالعراق لا 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 حيث المكان اللي احبه واللي كان بالنسبة اللي قاله هو المكان اللي الدافئ اللي كان بيخاطب في بيته ما بيصوى يعني يندفن الا جوات بين شعبه وبين ناسه بديتحول مقامه الى مزار اي اي حضرتك معلوميتك مش هيدا الاسبوع تش يا سيد ما بعتقد بكرة في زرف مناسب بدوني يعني في زرف ببعض شو عم بيساوه لانه بدتنرسوها من جميع نواحي بس لا كيف تلقيت خبر اختي يا سيد مين اللي انا بس شفت الغارة لانه حد بيتك الغار وتكسر بس شفت الغارة ما كنت بالبيت هلأ بتقول فده السيد قيما يعني هلأ ببعض مرة قلتلي انا بقول فده القضية وال حلأ لكن من بعد استشهاد السيد بتقولها الكلمة الشخصانية عند البعض وطبعا مع ايماني وبعرف انه فده هو راح الغالي انا كان بشكل سيح انا ما شفته بحياتي بحياتك ملتقت عطلي هذا من اصبع ولكن ملتقت في غير مرة واحدة بـ 98 بمناسبة بالإفطار او شي قبل التحرير وسلمت علي مثل هيك على المنصة كان قاعدين للطاولة فقال لي اهلا بالقريب البعيد يعني بمعنى ارابتي بس ما عمشوها قلت له نحن اراب منك دائما الكلمتين ومع عدفت علما اني انا لما بعدت له وكتابي حروب لا تنتهي هذا ال600 صفحة عن الصراع اللي معتمر فيه انه الحرب بده تظلم كبلي فبعدت له بالإداء انه انا زال بي معي سكري ومعي وضع جري كذا وضغط وتعتير ويمكن اعمله فاني خوفين اذا طلعت وحاسبوني انه جاي وما شايف السيد كيني تحت ف يعني خايفين من هيك لحظة لانه سأرسل الى جهنم يعني انا قتبت الطرف كنت بتمنى انا اروح مشغول انا لما شفت الصورة بالطريقة التفجير صرخت تلرح السيد هاي مشغرة هاي مش ضربي هاي مش ضربة مبنى هيدا الكم والارتجاج وكذا تلها يا خوفي على السيد كنت بعتك بالبيت بالغارك ولا كنت طلعت لأنا هني كنو بلشوا من الاربع ضربات على الطاحل كنا كنا طلعنا لو كنا بالبيت يمكن كنا ما بعض اذا كنا رحنا فيها من الازاز او من الضربة او من الارتجاج او اي شي وطبعا ضليتني حاطت ايدي على قلبي ولكن بعدين تيقنت فبكيت بكاء المرم بكيت على سيد طبعا وبعد عم ببكي لأي يمكن ما عم بتخير حلوة الدنيا بلاه سلمي رمز وطني قومي مقدام شجاع رمز للكرامي فيها اتنين جمال عبد الناصر والسيد حسن وكلاهما استشهد بـ 28 ايلول وكلاهما احاط به شيء من الخياني او الغدر شيء شيء بسيط بديش اقول اكتر نخان السيد غذر ربما بدنا نكتشف بعدين شو اللي حصل في ناس قالوا في اخر خطاب للسيد لما طلع بيّن كأنه مطعون كأنه شاعر بغدر ما ربما ربما بلغة الجسد لكن كان متماسك وكذا لكنه بالجملة الاخيرة سبحان الله وكأنه يعني يودع لذلك امامه اطنين انا بكيت وقت عبد الناصر كمان بك امر يعني كنت بحبه وقت الدنيا كله وانا بالتسعة وستين لما كنا كوفت طلاب جامعة بيلوت العربية سلمت عليه وكذا وكل شيء بالقاهرة لكن بكيت بدون مبالغة على السيد بما يوازي بكائع ابني قديش بكون الابن غالي بكيت لاني عرفت بكيت على بكيت على خالك كمان عظيم رائع بلغة جسد احسن من من عمل بروموشن لما بدي اخذ الموقف لم تأتي هالأمة واحيانا التاريخ بيظلم بياخد اشخاص بوقت غير مناسب بديش اقول اكتر من التاريخ بديش اقول القطر بشي ما اقول شي تاني لكن يعني بكيت على حالي كما قلت يعني وشايف انا المرحلة لوان رايحة علما حسست انك هزمت بمعنى او هزمت القضية اللي انت اقتلعت انا ما بو هزم انا انا بالاثنين بقيت داخل الجامعة عبدالناصر بصوت لبنان العربي لاخر لحظة لغاية ما وصلوا الاسرائيلية عباب الجامعة وصار يضربوه باجريه اجريه ورجعنا يعني قاتلنا ورجعنا على على الازاعة وانشأ يعني وقتلت يعني ما بدك يعني لا اهزم يعني اللي عنده يقين وعنده عقيدة وعنده انا زلمي قومي عربي بس حضرتك يمكن ما هالقدة تأثرت بالحزب الله واحببته الا كرميل السيد ما بيشبهك بالعقيدة الدينية الا كرميل ما بيشبهك بالثقافة اي اي انا محلتين ولكن بس مش كان جزء تير اساسي لانه السيد كان هو الامين العام مع قداش يعني شو بدك قداش يعني انا اكرامة المقاومة انا ابن صراع العربي الاسرائيلي تماما ما كنت تختصر المقاومة بسيدة بمرحلات معينة بمراحل معينة حكما هو سيد هاي المقاومة وهو بطلة لكن حالك تغفر لهم بمحل معين اخطاء وخطاياهم بالداخل اللي كنت ضد على الاخر لانه كرمال السيد وانت تقول انا ما بدي اقسى كرمال السيد بمحلات كرامة كمان انا بعرف الوضع الداخلي الحقير بالداخل اللبناني الوضع يعني لا يمكن ان يوصف الطائف المذهبي الفساد اللي بدي كاكل شي وهذا الزلم جاء في غير موعده ربما كان بتمنى كد بتمنى تكون الظروف غير وظلم وظلم يلعن ابوها بتاريخ ما على شي للكلمة واحد مثل السيد حسن يتم اغتياله بهذه الطريقة وكل شو الزاز الأفاق وصعليق المراحل بهذا العالم العربي قاعدين بقصورهم واقاعدين عمال يعني عربدوا وعلينا بهذه الطريقة وواحد قتل فيه سبيل فلسطين عم تشتموه حتى هو مستشهد عشان هيك عمال الكتبا لهذا العالم العربي من شان ما اقول كلمة تانية لذلك انا لأ انا كانت علاقتي بالمقاون تماما متل ما كانت علاقتي بجبهة المقاومة الوطنية اللي انا عملت اول كتاب عنهم اللي هو العمليات الاستشهادية وراحت على بيوت كل اللي نفذو العمليات الاستشهادية ريت واقعون وكيف وصلوا لهالعقيدة وانه الانسان يروح يحمل متفجرة او يعمل عملية استشهادية بدأ من له العبود لو وفق نور الدين لسناء محيد بتقل له ان الناس بالاخر يشاركوا بتشياء سيد ولا لا هذا خطر على حياته لا بدنا شارك بدنا شارك هتشارك حضرتك ايه بشارك انا اذا وضع اجرائي بيسمحلي امشي بشارك ما فيش مشلي اذا ما شاركت بجرائي ببكي بقعد انا اساسا يعني ماشي الحال هلا جاي جاي بس انا بدي يقوله وش غلي اخرية مني سيندم الاسرائيليون ومن معهم امريكان او غير امريكان وبعض العرب وبعض منهم بالداخل على اغتيال سيد حسن سيد حسن كان قلبه طيب سيد حسن لغاية قبل تطرب عتيام الاستشهاده وكان رافض ضرب حتى المدنيين باسرائيل طولوا بالكون بنضرب السكنات والمطارات وبنفرض انتصارنا ما بدي ينقال عن المقامة اننا ضربت ما حنكون مثل الاسرائيليين سيد حسن انسان مرح كان يتفهم ومؤدرك وياما في امور كتيري حصلت سيد حسن كانت لقاها بصدره يعني بعرف ما اوقف وقت حاسة الطيونة مثلا في البعض كانوا بدوا يعمل وما لا يعمل سيد حسن كان يضرب ايده على الطاولة ابدا لكن الان بالدنيين دموا ندم شديد اللي جاية سيريهم الوجه الاخر مين اللي جاية من بعد السيد من هو خليفة السيد برأيك برأيك بعتقد سيد هاشم صفي الدين وهو رجل صارم وجدي وقوي وحتى البعض بيصفه بالقصوة شو بدي بالكلام هذا اللي قاله هذا الجاسوس اللي حكى بقى حد جاسوس حكى بقى عارب تاريخه التاني كمان لكن اللي انا بدي يقوله انه اختيال السيد شبيه باختيال الحسين يعني عنه يعني حسين حفيد رسول الله ربا حزم حقد تاريخي انه شافه ابن ابن بنت رسول الله يعني مقطوع الرأس وعمله فيه بغيره قداش ضلت والان بيشيه هلأ حتشوفيه عب الميدان كل اللي عم بيقاتله عم بيقاتله بيحقد على الإسرائيلي لو بدوا يستشهدوا لانه ما عم بيقدروا يتخيلوا انه السيد سأرا للدماء السيد سأر اليوم هي دول عنوان وانا قلت من كم يوم يجب ان لا يدفن السيد قبل الاخذ بسأر دمه قبل الاخذ بسأر دمه بما يليق بهذا الرجل بما يليق بدمه منه مسحة يعني مع احترامي لكل القيادة في صغرة ما بمكان ما ما فهموها ما تخيلوا انه ممكن تتدحرج كل هالضربات هاي ورا بعضها لانه ما راحوا على الضربة الاستباقية من اول لحظة وقل لي لو راحوا على الضربة بعدني عم بقل لي شو ما كانت نتائجها وهلأ ممكن تقليلي انت اذا ضربوا على تل ابيب ممكن يرجع يضربوا على الضحي هم تتكسر الضحي لما عاشهم 15 بس ممكن يجع يضربوا هالمرة على طهران يضربوا طب خلص يعني يا قاتل يا مقتول يضربوا خلص نعم لانه ما حي الاسرائيلي ما حيقل من بعد لبنان حيروح يرجع ع ايران بدروح على هذا المشروع الكامل لغير وجه المنطقة ومجازر وتعتير واللي بدكي بدون ما حد يقول له لا يعني اذا الايرانيين ما بادروا حيجل عندهم على كل الأحمال جايين جايين الاسرائيليين على ضربة طهران طبعا وخذيها مني حيرجعوا يعملوا قلاق بسوريا وبالعراق وبايران الا اذا هذا المحور ضرب ضربة استباقية على قاعدة انه اسرائيل يجب ان تبكي حتى لا نظل ان احنا الحالنا عم نبكي ساعتها هذا الامر بيدفع بالغرب وبعض الوسطاء بالمنطقة التفكير بوقف طلاق النار لن يكون هناك وقت طلاق نار مهما هلأ بيدر بعرف الدبلوماسية بيرح القادة الثلاثة الرئيس برري ما في وقف طلاق نار عم تقول هاي زدتل عند الامريكان انه اوكي عم نغلطي لك 1700 واحد وعدم ارتباط بغزة تفضل بس ما اعتقد ما حيوافق نتنيا هو ما حيوافق الا اذا اكل ضربة المؤلمة ساعتها بتعملي وقف طلاق النار على قاعدة ان لا تكون المقاومة مهزومة غير هيك اذا انهزمت المقاومة وبدوا يفرضوا تعديل حتى بالسبعمية واحد سندخل الزمن الاسرائيلي اللي دخلناه ب82 وسيعود واحد متل اوري روبراني بيشبقه لا يعود هون بطبيه او بمكان اخر ويحكم البلد بصربيته بالاقتصاد والسياسة وبكل شي واحد يفتكر على انه اللي كان معادي حزب الله على انه بشعرشوا هيحترموا الاسرائيلي انتوا مش اهم من الجواسيس اللي ساعدوا نابليون بحربه ولما اجا رفض يسلم عليهم احتقروا لانهم جواسيس ولا مثل طبع التتار اللي ساعدوا لدخول بغداد ولما اجوا بدون كمان ياخدوا المكاسب التلون الاسرائيلي ما بيعرف الرحمة من حدا لا سنة ولا المسيح ولا الشيعي ولا الدرزي ولا اي شي بصالحه الكبرى محتل اسمه محتل محتل هالمرة بدوا ياخدنا هالمرة اذا انتصل الاسرائيلي ما في غاز للبلد الغاز بيشرف عليها الاسرائيلي ما في دور لمرفق بيروت وشفنا هلا النموذج اللي عملوا بمطار بيروت ممنوع اي تيارة تدخل الاجواء اللبنانية الا لحتى هو بتنزل ولا ما بتنزل بقى هيدا نموذج بسيط بعدنا كيف بكرة فبالتالي اوكي الوضع الفلسطيني وشو كان قاله ماشي سامت بيضرب لبنان واحراقه وخمسة عشر سنة لا بتقله لا يكون نموذج انا ما بعيش إلا بيهودية الدولة وهذا اللي عبي حصل هلأ طيب هلأ اليوم بتقول هالحرب بتطول بها رعب يحط لها مبين اسابيع بتقول قدي مبين ما بعيش المفاجآت بالميدان بس انا ضد سياسة انه خلينا ناخدها على حرب الاستنزاف لا اسرائيل لا دروبة اذا توجعي لانه حرب الاستنزاف ايه اسرائيل بينهج جيشة وبعرف شو شو بيصير وغيره بس اذا انت بدك تضلك بس بعيدا عن المدن وبعيدا عن ما تضرب خلف هدا الجيش كمان احنا بندفع سبل اكتر لانه هاي البيئة العظيمة اللي متحملي انا ما سمعت هدا قال اي هلا بيطلع صوت من ها بيطلع كذا قول في ميديا سوداء قد ما بدك عم تشتغل غرفة عمليات غرفة اعلامية سوداء قد ما بدك عم تحاول تسيق لهالقصة لكن باعتقد ان مفترض انه ما نروح لحرب الاستنزاف طويلة مين بعمر بالبنان ما في مشكلة اذا رحنا على على اتفاق ما هو جزء من الاتفاق حيكون باعتقد القطري اي لاني انا مستعد تساعد لبنان بالعمر والايراني مضطر والايراني مضطر هيدا اذا وصمحت السيد تعهد الله يرحم الله يرحم تعهد انه بدي عمر شو بدك تعمل حتى لو ما تعمر في ناس ناوي تحط خيمي فوق البيت لا اشكال المهم ان لا نهزم المهم ان لا نقع في كمين الاحتلال الاسرائيلي والزمن الاسرائيلي للبلد واللي راحوا واللي عم يستشهدوا بيوتنا دفاعا مش بس عن الشيعة متل ما البعض بيفتكر دفاعا عن كل البلد بيوم الايام اذا انتصرنا او اذا لجمنا المشروع الاسرائيلي هده وجيتي بكرة بدك تعملي منصات الغاز وغيره هاي المنصات مش لحزب الله ولا لا حركة انا المنصات للبلد ان شاء الله منخلص من الفساد وبيكون عندنا منصات غاز ومدرجع يتبني هذا البلد متل العالم ومنروع على بناء جيش انا قديش يبيحزنني انه اخذ اعطي امر يطلب من اسرائيل وصحبوا الجيش هلأ قديش المسافة الى ورا طيب مش مفترض يكون الجيش ها بيقاتل ولو بيقدر الجيش يقاتل ولو بمجموعات صغيرة ايه فيه شباب فيه بيقاتلوا وانا بقولك شغلي اكتر اذا اذا شوي انتكسنا يعني بمكان ما هناك دعوي لحمل السلاح لكل الناس صبايا وشباب لي مين بالبلد بيدعي في مين بحي في مين في راس بهالبلد بكرة بتشوفي كيف بكرة بتشوفي مقاومة سنة 82 لمت السلاح عن الارض واطلقت النار واطلقت المقاومة وخالد علوان شو عمل بالوينبي وشو صار بي على الاسبيلز وشو صار ع كونيش المزرعة وغيره ونشأت المقاومة وجبت المقاومة الوطنية وكبرت لوصلنا للصواريخ الفرططية انتي عم تلعبي مع التاريخ واحدة يفتكر اسرائيل ستهزم بالتاريخ كما هزم التطار وكما هزم الصليبيين واحدة يفتكر نحل بعده هالنبض لا طبعا انا مؤمن فيه انا ظلمي قاري تاريخ حتى تقصص تاريخ بالجامعة فبالتالي وقاري الصراع العربي الاسرائيلي مضبوط من وقت هرزل بالالف واتممائة واتمائة واتسعين حتى الان هرزل وعب الفور سايكس بيك وكل شيء وإنشاء الكيان وكل الحروب هل ارتحت اسرائيل؟ ما ارتحت اسرائيل بيظل يطلع مقاومات وكل مقاومة إلى صيغتها وإلى مرحلتها لذلك ايه لا مش هننهزم وحلق شغلي مثل انا اسمعت نواب قاعدين نطالب الان بوقفت لقنار حبيبي قبل ما نعمل توزن بالانتصار لا توقفت لقنار عم بقرروا من رئيس الجمهورية يعني بالبلد لا يقرر ولا شيء قبل وقف طاق النار ضمن معادلة عند المقاومة لم تهزم ولن تهزم ما حدا يفكر ما بتزبط ولا في رئيس اسرائيل ما حيقبال وبنفس الوقت المقاومة ما حيقبال بس فيه اليوم فريق سأل بيعتبر انه خلص هزم حزب الله وهي ده الفائد القو اللي كان عنده ضرب نستشهد الأمين العام وبعض القيادات على مستوى القيادات خلص تعين ضمرت بيئته يعني بمعنى شلعت هذه البيئة على صعيد على صعيد القيادات خلينا يقول طيب رجعت بسموها التحكم السيطرة يحوه عم يدير المعارك مين عم يدير المعارك ما بتديرها ضمن غرفة عمليات ضمن هندسة إدارة العمليات رجعوا كلهم تعين تعين بدائر بالمقاومات المقاومات لا تهزم لا تهزم أبدا بتروح بتخلص يوم بتكون عندك تحرر وطني وبيكون بيصير عندك جيش قوي طيب أنتو هلأ مثلا البعض لو عندنا جيش قوي وعندو صواريخ أرض أرض ودفاعات جوية وتشكيلات مقاتلة ما كان هو شريك هلأ بالدفاع وكنا ساعتها فعلا قاتلنا ضمن الكرامة الوطنية الشاملة ويكون في شهدها من كل الطوائف طيب هيك بدنا يكون جيشنا ضعيف بس فقط منقول أنه أنه تقلوا فلان لأنه حرامي وعتقلنا فيه كذا وصدر عن مضيط توجيه كذا بدون ما يكون فيه عندنا هذا الجيش القوي ما أساسا لو عندنا جيش قوي ما كنت المقاومة اضطرت أنها تحمل اسلاح أنه هنفكرين أنه يعني المقاومة عم تدافع عن إيران وكذا لا المقاومة لما نشأت باثنين واثنين بس ما فريق بيقول لك كمان نحن لو أنه حزب الله رد علينا ومفوة البلد بحرب ما كنا وصلنا اليوم لهذا الموقف لنحن فيه ليش الإسرائيلي عم يدور عن مبررات ليفوت ما بعد عمل لك كل المشروع وين المشروع يعني لو كنا سندنا أو لم نسند غزة كانت هذه اللحظة ستحين هذا مشروع إسرائيل ليهودية الدولة لازم يفهمه وأجل هلأ خلافاتك السياسية ورهاناتك ونفكر أنه إذا الإسرائيلي إجا أنت أنك بتاخد مصالح منه لإدارة البلد لا ما بقى تزبط لا اختلب حتى عن 82 وشفتوا بعد 82 شو عملتوا جيتوا مع الإسرائيلي ولما تطورت القصص شو عمل الإسرائيلي فيكم تقلى عنكم بالجبل وتقلى عنكم بمعاركة كتيرة وحتى الأمريكان تقلى عندك يا أميني جميل تقلى عن الكلب ومن ثم لما انصحب من 2000 كان عم يدعس على الروس بعض المسؤولين شوفوا الصور عند بوابة فاطمة تقلى عنكم لأنه بدوا مصلحته لذلك المصلحة الوطنية العليا أنه الكل باحدين متخانق بالسياسي نحنظلنا نتخانق نحن أيام الفنيقيين متخانق نحنظلنا نتخانق بس هلأ فيه عدو خلصنا هلأ المسألة اللي ما مسألة صارت إسناد غزة الآن حرب ما بين لبنان اللي هلأ المقامعة متآتل على أرضه وبين الإسرائيلي الذي يطمح إلى تحقيق مكاسب جو سياسية وعسكرية وميدانية على أرضه شكرا لألك أستاذ الزرافين أصر الله متابعينا شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء في حلقات لاحظة اشتركوا في القناة